هي دي كانت النقطة المهمة أيضا في مؤتمر الحساب الختامي اهتم الكابتن محمود الخطيب أن يتحدث عن مشروعات الأهل المستقبلية إيه اللي بفكر فيه فترة جاية اللي لسه هعرضه على الزملة في مجلس دارة القادم استكمال التطوير الإداري زيادة الاستثمارات وتنمية الموارد إنجاح شركات النادي الأهلي استاد النادي الأهلي استكمال تطوير النشاط الرياضي إعداد أبطال المستقبل تحضير كوادر جديدة دور النادي الأهلي في المجتمع ولسه فيه أحلام أكبر وكمان وعندنا أهداف أكتر كل دوت مجرد رؤية اللي جاي لكن عندنا أحلام أكبر وعندنا بإذن الله عن المستقبل أو أهداف أكتر من اللي احنا نتكلمنا فيها عشان كده إيه اللي بتديناه هنكمله بإذن الله شوف يتحدد دائما عن التطوير وهو ده شغل المؤسسي الصح أنت عايز بكرة تفضل زي ما أنت وتقول والله أنا حلو كده وعملت وعملت واللي عايز بكرة تاخد خطوة جديدة ها تاخدك لمنطقة يعني مش جديدة ولكن منطقة لقدام أو فوق إنك أنت بتفكر باستمرار في التطوير هو ده اللي يضمن النادي الأهلي لأن حتى في البناء العضلي العضل التي لا تستخدم تضمر وتموت والفكر الذي لا يتطور يتجمد ومنطقته تضمحل تباعا فمهم جدا هذا الوعد بالتطوير على المستوى الإداري وعلى فكرة إحنا بس عشان قفضنا في شركتين تانيين مش كرة القدم بس يعني هو الشركتين تانيين بيغطوا كل المناطق اللي لازم تستثمر فيها صحيح سيد أيمان إسماعيل شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية وهذه أخطر شركة ليه بقى يمكن الكرة تبقى سرق الكاميرا كاهتمام لكن الشركة دي هي الحلم هي اللي هتبتدي تكون معنية بالاستاذ وهي اللي هتبتدي تكون معنية بالاستثمار الاقتصادي في مجالات تسويقية غير تقليدية هتعمل المتحف هتعمل الفندق هتعمل الرعاية الطبية على أعلى مستوى هتعمل المول أستاذ أيمان إسماعيل تتكلم حتى على المنشآت اللي موجودة قالك تطوير والارتقاء بيه ما هو دي تطوير منشآت لكن الأموال حتيجي منين؟ من اللي أنا بقولك على إيه ده واخد بالك وإزاي كل منشآت ودار بشكل اقتصادي يصرف على نفسه ويطور ده احنا بنروح وكل واحد على فكرة من دول رجل أعمال كبير جدا في مجاله ده الأستاذ زيحة راشد وزير السياحة السلام أيوة ماسك الخدمات شركة الآلة لخدمات الرياضية اللي استعرض بقى في هذا اللقاء كمية من الخدمات الرياضية اللي الشركة تنوي بس عشان تعرف برضو اللي ماسك رئيس مجلس دار الشركة المشروعات آه أستاذ أيبان إسماعيل ده أحد كبار مطوري العقارات في مصر شركته كبيرة جدا جدا مش حنويل عشان الإعلانات إلا إذا هو إيه الدانعلان هرش طيب فهي ديت الشركات يا جماعة ما كان لها أن تتحقق وما كان لمجلس الإدارة أن يفعل ما فعل لأنه استند إلى لايحة نظام أساسي حفظت للنادي حقوقه هي دي فبالتالي بينطلق منها ولما ينطلق منها يحقق أعلى إراداته ولما الأهلي يكون عافي اقتصاديا غاني بالمعنى الأصح هيسعد جمهوره زي أعضاؤه لأنه زي ما يعمل منشآت زي ما هتتعاظم موارده زي ما هيقدر يحقق أحلام وطموحات جمهيره في البطولات على أعلى مستوى زي ما كابتن خطيب حرص وزي ما الأستاذ ياسيم منصور أكد